السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزايكو يا شباب أخبركو إيه الفيديو ده حقيقة أنا عامله عشان سببين مهمين السبب الأول هو أنه كان في الدورة الأخيرة كان فيه إثبات كده معين مطلوب عشان رياضي المفروض يتعمل للزملاء فالوقت ما كفاش فقلت لهم إن شاء الله هعمل لكم فيديو بسيط كده أوريكم فيه موضوع الإثبات الرياضي لحالة معينة كده بتحصل في الدائرة الهيدروليك السبب الثاني الحقيقة هو أنه قلت طالما هعمله فيديو أحاول بقى يعني أزبطه أعمله على اليوتيوب لكل الزملاء بحس يعني الناس تستفيد منه وتاخد بالها من بعض الأخطاء الصغيرة اللي ممكن تسبب له مشاكل سواء في توريده لوحدة الهيدروليك اللي رايحة للعميل أو في التصميم وممكن تبقى خسارة تكلفه كتير إن هو يضطر يقدم سعر قيمة تختلف عن القيمة الحقيقية ويتجنب يعني أي مشاكل في سوء التصميم لدائرة الهيدروليك الحقيقة الخطأ دوت عشان أدخل فيه على طول هو ناتج من عدم رؤية لنقطة معينة محددة في دائرة الهيدروليك هي إيه بقى؟ خليني هسألكو سؤال كده بسيط عشان نبدأ الحوار من الأول لو أنا بسأل حضرتك سؤال في دائرة هيدروليك عادية جدا بسيطة أو فيها هيدروليك بامب وديريكشن كنترول فالف اللي هو صمام يعني هيدروليك وسيلندر هيدروليك سيلندر بس دائرة يعني بسيط طبعا ريليف وعداد إلى آخر في هذه الدائرة لو أنا سألت حضرتك ما هو أقصى فلوريت ممكن يتكون في دائرة الهيدروليك في الدائرة الهيدروليكية إيه هو تفتكر؟ طب استنى كده هعيد لك صياغة السؤال بطريقة تانية هل كمية الفلو المتواجدة في دائرة الهيدروليك البسيطة اللي احنا قلناها من شوية دي بامب وديريكشن كنترول وسيلندر هل الفلوريت هل ممكن يزيد عن حجم الفلوريت بتاع البامب ولا بيكون نفس القيمة ولا القريب من المنطق كده ان يكون اقل شوية وفي حاجة اسمها فلوريت بيزيد ها يعني انا بحاول اساعدك بس بس بالطريقة بتاعتنا اللي هي يعني اديلك اديلك حتة كده انت بتميل اليها عشان تروح لها وهناك بقى اصطادة كما بقى يعني ناخد مثال كده بالتقريب بالرقم يعني يعني البامب مثلا بتطلع خمسين لتر برمينت سهلة هي بسيطة فهل الفلو دائما بيسير في الدائرة بقيمة اكبر من الخمسين ولا اقل من الخمسين ولا هي الخمسين اللي هو الفلوريت بتاع البامب بكر كده وقف الفيديو واسمع او اكتب الاجابة ان شاء الله يا ربف ورقة واسمع الاجابة بعد الفاصل ده عشان اعرفك ايه المشكلة جاية منيك رجعت خلاص اتأكدت تمام مية مية كتب اوع ما تكونش كتبت الورقة مش هسامح اي واحد ما كتبش الورقة عشان هنراجع وهنشوف الفرق اللي حصل بعدها الحقيقة في الدائرة دي اللي هي اللي انا بورها لك عبارة عن سيلندر كان المفروض لو سألتني على نوع السيلندر اللي راكب ايه هقول لك والله ده سيلندر عادي عبارة عن عمود خارج منه استوانة والعمود خارج منها طيب العمود ده ايه نظامه طب الاستوانة ديت ايه ابعدها او ايه دايمنشان بتاعتها اقول لك والله الاريا ريشيو بين الاثنين طبعا عارف يعني ايه الاريا ريشيو يعني النسبة بين المساحتين مساحة الكاب اند اللي هي من الخلف والمساحة التانية اللي هي الروت اند اللي هي الناحية بتاعت العمود ديت اتنين الى واحد ديtherいつ müsى كان الاريا fart fue 100 سنتيمتر مربع يبقى الاريا الظانية بناحية العمود 50 سنتيمتر مربع طب لو الاريا هنى 200 تبقى هنا 100 وهكذا يعني فدي اسمها الارياء ريشيو اتنين الى واحد بس ادي يعني ابعاده بقى مش مهم كامل رقم المهم النسبة مش هيدي اللي تهمك ها فكر بقى كده هنا الحقيقة هتكتشف الشيء عجيب جدا بيحصل في دائرة الهيدروليك انه لما تيجي تضخ الفلوريد بتاع المضخة من خلال الديريكشن كنترول فالف الى السيلندر فالسيلندر بيتحرق بسرعة ما سرعة معينة اللي هي سرعة الاكستينشن او الاكستيند او الامتداد والزيت اللي خارج من الناحية التانية هذا الزيت بيعمليه بقى بيطلع بقيمة لو كانت الارياء ريشيو اتنين الى واحد يبقى اذا دخل هنا خمسين هيطلع الناحية التانية كام ها نصهم برافو عليك ان لقى الخمسة وعشرين يبقى صح يبقى نص الخمسين خمسة وعشرين يطلعوا من الناحية التانية حلو كده طيب وبناء عليه اذا لما تيجي حضرتك تختار الدايركشن كنترول فالف في الدايرة الجميلة دي هتقول ده انا عندي دايركشن كنترول الفلو فيه خمسين بتاع البامب والزيت لما بيمشي يرجع الناحية التانية 25 يعني الدايرة مؤمنة ما فيهاش اي مشكلة اذا المناسب لهذه الدائرة هو صمام في الصيز بتاعه كان بقى صيز ستة لانه معظم الشركات بتشتغل على هذا الصيز اللي يديك الفلوريد بس استنى انت ايه اللي خلاك تسيب المسألة وتجري وتدور على البلف ما دورتش ليه بقى انه لما الزيت يجي يدخل من الناحية التانية اللي هي ناحية البامب لما يدخل من ناحية الرد الزيت اللي راجع هيرجع تمتك اهي دي بقى الخطورة او المشكلة اللي بتيجي فيه تصميم بعض الزملاء للدوائر يختار صيز ستة ويورد الدايرة وبعدين يجي العميل يشتكي من سخونة جديدة جدا بتحصل في الدايركشن كنترول وبعدين كمان يا سلام بقى لو هو جاي بالصمامات او مورد الوحدة وعملها بقى الستاكينج السيستم او اللي هو السندوتشات حاطت بقى ريليف وسروتل وكل الطاقم ده حطوا سايز ستة يعني معنى كده ان الدايرة هتصرخ وتولى طب منين منين ليه بتولع هو فيه فلوريد جي زيادة اقولك اه حاول بقى وصل الدايرة كده من الناحية التانية خلي الفلوق اللي هو بتاع البام الخمسين يدخل من هنا والراجع هيجي كام او هيرجع ازاي يرجع من الناحية التانية بقيمة قد ايه بقى الراجع بقيمة الضعف يعني هيبقى ميت لتر برمينة وهو دي او هي دي المشكلة الحقيقية اللي بتحصل لما الناس بتيجي تختار الدايرة او الصمام بتاعها طيب الكلام ده له اثبات رياضي ايوه بص يا سيدي انا عملتلك حاجتين في هذا الفيديو الحاجة الاولى عملتها ان عملتلك اثبات رياضي كتبت انا يعني بعمله باديا بشرح كده بسيط ونستنتج معادلتين معادلة والسيلندر رايح ومعادلة والسيلندر راجع وشوفها بالنسبة لك هتلاقيها واضحة وتأكد هذا المعنى بنفس هذا المثال التأكيد التاني على الكلام ده روح تمصور لحضرتك اللقطة كده من او باستخدام برنامج الوتوميشن ستوديو وده ازاي لما حطينا فلو ميتر على الدخل والخرج بتاع سيلندر وزبطنا السيلندر على الاري ريشيو اللي هي تدي اتنين الى واحد في الحالة دي روحنا كانت الاريات هتشوفها بنفس اذا انا عمل لك في هذا الفيديو اثباتين لهذه الحالة اثبات رياضي عشان تعرف ازاي تتعامل مع المسائل الحاجة التانية اثبات عملي باستخدام برنامج الوتوميشن ستوديو واسبكو دلوقتي مع الفيديوهات وابقى ارجع لكو في الاخر خالص احنا هجينا في المود بقى اللي هنعمل فيه الاثبات النظري للمعادلة او الحزبة اللي احنا قلنا عليها دلوقتي هنبدأ باختصار على طول نرسم الهايدروليك او السيلندر اهو الهايدروليك اللي عندنا المنظر ده كده هنا اهو وهنفترض ان احنا عندنا ده الهايدروليك سيلندر وطبعا عارفين او احنا حكينا القصة ان انا عندي مدخلين ده هزا السيلندر طبعا لو هو من النوع اللي هو ده بالاكتر يبقى ادي مدخل ومدخل تاني اللي هو هنعتبره دلوقتي هو المخرج يعني على اساس الزيت هيدخل من الناحية دي ويطلع من الناحية دي في الاول مشوار اللي هو مشوار هنسميه الاكستينشن اللي بيحصل للسيلندر فانا دلوقتي مجرد ما الزيت بدأ يدخل للسيلندر من هنا هيتحرك هذا السيلندر بسرعة وليكن هنسميها سرعة الفي اكستيند طيب لو فرضنا ان الكيو هنسميها الكيو اللي دخله للسيلندر هنا هنسميها كيو بتاعت البامب ولو قلنا ان الكيو اللي خارجه من هنا هنسميها كيو ريتيرن او اللي راجع من هنا مجرد تسمية يعني اي اسم انت عايز تسميه انت حر مفيش مشكلة ولو فرضنا كمان افتراض تاني وهو ان السيلندر من الناحية دي له ايريا اسمها ايريا وليكن اي سي او اي وخلاص كابتل يعني اي كابتل هي الاريا الكبيرة والناحية التانية هي الاريا الصغيرة اللي هي هنسميها اي سمول خلاص طبعا ليه هنا كبيرة وليه هنا صغيرة لانه الاريا كبيرة اوي دي هي عبارة عن المسقط الي بالمنزر ده كده اهي كده دي كلها هي دي الاريا لكن الناحية التانية هي عبارة عن نفس الاريا الكبيرة بس ما تروح منها الجزء بتاع العمود اللي هو الجزء ده هنا كده فيبقى دلوقتي الصافي الفعلي هو الجزء المهشر ده اللي هو هنا إذاً دي عشان كده اعتبرناها الاريا الكبيرة ودي اعتبرناها الاريا الصغيرة طيب لو فرضنا ان الاريا ريشيو يعني النسبة بين المساحتين المساحة الكبيرة هنعتبرها اتنين إلى الصغيرة هنعتبرها واحد يعني ايه اتنين لواحد مش اتنين سانتي لا يعني معناها لو قسمت الايه كابتل اهيه كده على الاسمول كده يبقى الناتج يطلع اتنين إلى واحد اللي هو نص ازاي لو قلت الاريا الكبيرة مثلا مية سنتيمتر مربع مية سنتيمتر مربع عفوا اا ماشي خلاص اهي سنتيمتر وهنا خمسين سنتيمتر مربع اهيه كمان يبقى النسبة اتنين إلى واحد اللي احنا بنقول عليها دي الاريا ريشيو يبقى ايه كابتل يبقى ايه سمول اتنين إلى واحد ايا كان بقى القيمة يعني مية خمسين تبقى متين تبقى مية زي ما انت عايز مش مشكلة تعال بقى ناخد اه اه شوية حاج اه بعض النقاط كده المتعلقة بالحسابات البسيطة يعني مثلا لو انا حبيت اعرف الكيو بتاعت البامب اللي دخل الكيو احنا عندنا عارفين معادلتها بتساوي ادي الكيو بتاعت البامب اللي دخل هتزق السيلندر هتحركه بسرعة وهذه السرعة هي اللي قولنا عليها دي بتاعت الاكستينشن مضروبة في الاريا كابتل اللي هي الكبيرة دي لو انا عايز اعرف الكيو اللي هي خارجة من هنا ديت يبقى هقول ان هي متأثرة بنفس السرعة لان السرعة واحدة في السيلندر سواء بحسب من الزيت اللي داخل اللي داخل او من الزيت اللي خارج من هنا مش هتفرج كتير اذا خلينا نقول انه الكيو هي كمان الكيو اللي خارجة اللي هي نعملها بقى نستوب على دي نعمل كيو ار تساوي اه برضو نفس الكلام الفي اكستيند برضو هي هي مضروبة في الاريا السمول هي الصغير طيب اذا انا ملاحظ حاجة كده اني عندي الفي اللي هي السرعة والسرعة ثابتة اللي اتنين واحد يبقى كايني اقدر اقول كده ان الفي اكستيند ان السرعة بتاعت اللي اتنين الفي اكستيند الاولى بتساوي ايه اللي انا بشاور عليه انا اعمال بشاور بأيديا فاكر كنتوا شايفين فالاولى بتساوي البي ايه بتساوي بتساوي الكيو اه هي الكيو بم على الاريا بتاعتها اللي هي دي مش كده على الاريا الكبير تساوي نفس الكلام الكيو اللي الري برضو تاني بعمل الرا ت Becky's Moor الادي كيو اللي هي تاعت الريتركت على الاريا السمول اللي هي دي يبقى اصبح دلوقتي الفي هي السابت والكيو بامب هنا على الاريا الكبيرة بتساوي الكيو ريتراكت على الاريا الصغيرة يبقى من الحتة الصغيرة دي اهي اهي كده المعادلة البسيطة دي اقدر اقول بقى حاجة جميلة جدا ايه هي تعال ناخد بقى بارقام عشان نبدأ نعرف الفرق بينهم او نعرف ايه القيم اللي ممكن تقابل لو انا جيت قلتلك ان الكيو بامب اللي هي دي اللي هي في حالة الدخول دلوقتي بتاعت المضاخة هي عبارة عن خمسين لتر في الدهية او لتر برمين يبقى دي اول جزئية هي معلومة عندي طيب الكيو اللي خارجة كان معرفهاش بس ممكن اعرفها بالقانون ادي كيو الريتراكت اللي راجعة بتساوي هتساوي الكيو بامب اهي زي ما هي يعني انا قلت الكيو بامب زي ما هي وهودي الايه الناحية دي اهي هنا تبقى كأن الكيو بامب مضروبة في الايه على الايه كابتر تعال كده نقول بقى بالارقام يبقى خمسين اهي في واحد على اتنين ايه ده يعني خمسين في نص او خمسين على اتنين يعني كأن الناتج يطلع خمسة وعشرين لتر برمينت طيب تعال بقى ايه رأيك في الكمية دي معقولة حلوة قوي ده بسيطة جدا وما زادتش وما ما عملتش مشكلة في اللي احنا قلناه قبل كده دخل خمسين وهي دي اقصى فلول البامب تمام اللي خرج خرج كام خمسة وعشرين اذا الحمد لله ما فيش اي مشكلة والديريكشن كنترول اللي انا مختاره هيكون تمام ومتوائم مع هزا الفلول وهنا تأتي النقطة بقى اللي جاية وهي لو انا بقى دخلت العكس بقى يعني ايه العكس يعني جيت رحت داخل من هنا كده بالكيو بتاعة البامب كلها والكيو اللي هتبقى خرجة في الحالة التانية انا ممكن اعمل حركة ظريفة ممكن اغيرلكو لون البن طيب دي الحالة الاولى الحالة التانية نفس الكلام هاعيدوهه على طول على نفس السيلندر هستخدمه هنا كده وهطلع به وبعدين هقول بقى المرة دي الفلول اللي جاي من ناحياتي وهيدخل طب الفلول اللي جاي من ناحية دي ده كام؟ ده الكيوب بتاعة البامب اللي هي خمسين. والفلول اللي خارج من الناحية التانية. ده اللي انا مش عارف. اه ده اللي انا مش عارف. يبقى ده اللي انا عايز اعرف فيه يبقى قد ايه? احنا كنا قلنا من شوية ان كان عندنا الكيو اهي كانت الكيو بامب على الاريا الكبيرة بتساوي الكيو اللي جاية من الناحية اللي هي كيو ريتيرن على الاريا الصغيرة. طب ما نفس الكلام? مهو السيلندر ده المرة دي. راجع الور. راجع كده. يبقى الفي هنا هتبقى الفي بتاعته بتاعت الريتراكت. رجوع السيلند. يبقى كأن الكيو ابدأ تاني الكيو اللي داخله من هنا. اهي الكيو هتبقى هنا بقى بتاعت البامب. بس في حالة العودة. هتساوي الفي السرعة في حالة الريتراكت. الرجوع. مش اكستند بقى زي اللي فات. بس مضروبه المرة دي في الاريا الصغيرة اللي هي دي. الاسمول. اهي. طيب الكيو بقى اللي خارجه كام? الكيو اللي خارجه زيها برض. اهي كيو اللي هي الريتيرن بقى بس كابتال اهي المرة دي كتبتها كيو كابتال الريتيرن. دي بتساوي ايه بقى? هتساوي الفي بتاعت الريتيرن مضروبة في الاريا الكبيرة بتاعتها اللي هي النحيان. يبقى هي هنا كده مضروبة في الاريا الكبيرة. طيب يبقى برضو هطلع من ده ايه? ان الريتراكت هي نفس الريتراكت. يتفضل عندي ان الكيو بامب اهي. الكيو بامب. اهي. على الاريا الصغيرة او الاريا تساوي الكيو ريتراكت. كيو ريتراكت على الكيو آآ على الاريا الكبيرة. طيب من هنا اطلع بايه? بالحزبة البسيطة برضو. هاخد دي كده اخليها او ابروزة. واقول هي دي المعادلة التانية او يعني هي استنتاج من الاول ايه. دي المعادلة رقم اتنين. رقم اتنين. طيب رقم اتنين دي بقى عبارة عن ايه? عبارة عن حاجة بسيطة جدا. ان انا دلوقتي بقول لك الكيو بامب اللي هي اللي داخلة من هنا. دي اللي جاية من البامب. الكيو دي. يبقى دي اللي هي خمسين. حاضر احطها هنا خمسين. اهي. اه اه بتساوي على كام الاريا الصغيرة واحد. بتساوي الاريا اللي انا مش الكيو اللي انا اللي انا عايز اعرفها. اللي هي الراجع اللي هي بتاعت النقطة ديت. على الاريا الكبيرة اللي هي اتنين في الحالة دي. بص بقى هنا النقطة دي. ازا كيو ريتراكت بتساوي ايه؟ ودي دي هناك الناحية التانية كده بروح كده يبقى اصبح عندي الكيو ريتراكت بتساوي خمسين في اتنين في اتنين تساوي مية لتر برمينت طبعا هنا ادي لتر برمينت يبقى معناها انه انا عندي طلع في لحزة من اللحزات اللي هي لحزات رجوع السلندر قيمة تعادل ضعف الكولومبة وليست قيمة صغيرة او قيمة بسيطة دلوقتي بقى سبكوا تنتقلوا الى الاثبات العملي باستخدام برنامج الاثوميشن ستوديو 5.7 ده البرجن اللي يعني كان حديث دلوقتي وصلوا الى برجن ستة واتنين في الاثوميشن البرجن بتاع الاثوميشن ستوديو مع الجزء التاني من الاثبات اللي اتفقنا عليه اللي هو هوريكو بقى ازاي على برنامج الاثوميشن ستوديو ازاي فعلا القيم دي اه بتتحقق فعالية اه لو انا دخلت على البرنامج على طول كده وهبدأ اجيب المكونات الاساسية زي مسلا ادي مضخة وبعدين هنختار هيدروليك تانك وبعدين نختار مسلا اه يعني مش هيهمنا دلوقتي بس ماشي خلينا نحط ونختار برضو عداد مش مشكلة بس ماشي عشان نخلي شكل الدائرة يعني محترم شوية وبعدين ندخل على آآ صمام ولياكن مسلا اربع على اتنين نحطه هنا كده وبعدين نحط معا آآ سيلندر 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 صح اهو سيلندر طيب احنا كده جبنا المكونات الاساسية ممكن هنا طبعا نعمل زوم اكبر الشاشة كلها بحيسة بقى شايف المكونات اه انا عايز اعمل ده سيلندر هخليه هنا كده وخلي تحت شوية عشان هقول لكم ليه بقى هننزله كده ودي هنا تنزل تحت شوية اهي ايه والتانك وانزل بالعداد والريليف اهو هنزل بهم تحت شوية هنا آآ وانزل الاساوي ده كده مع ده ويبقى هنا امد دول على خط واحد يبقى واصل بالعداد ومن العداد وصل للخزان واطلع من هنا بقى من البنب على اول نقطة في الديريكشن واخد ده آآ كوبي اهو وبعدين ازقه هنا كده اه اطلع به يبقى خلاص حطيت الناحية بتاعت الديريكشن كنترول باب هنا آآ اجي بقى اوصل السيلندر انا طبعا عايز اوصل السيلندر اوصله كده ولما هرجع كده اهو اوصله بالطريقة دي آآ ولو حبيت اشغل السيلندر او الدايرة اشغالها بالشكل اللي انتو شايفينه ممكن اصغلها سنة شوية اهي كده وبعدين اعمل هنا اهو يبقى اول ما اعمل هتبدأ الدايرة اتبقى ويبين لي قيمة اللي اقدر ازبطه من هنا هو مسلا مزبوط على تمانين فاداني الاراية تمانين الاراية دية ارية العداد اللي هنا فانا لو خليته مسلا خمسين او خمسة واربعين بقت خمسة واربعين اه خليته تلتمية فهي تلتمية يعني اي اراية مش قضية لأي رقم مسلا اي حاجة عشرين طبعا عشرين ده قيمة اقول اي لا بس عشان اصلا السيلندر ما عليهوش اي احمال طب لو حبيت احرك السيلندر او احرك عشان يحرك السيلندر يبقى لازم اضغط هنا اه افقان 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 ايوه اهو اه راح السيلندر شلت ايدي السوستا اثرت عليه ده باختصار كده دايرة بسيطة نوضح بس عليها الفكرة طب انا كنت عايز ايه اصلا بقى كنت عايز اعرف هل لما يكون السيلندر دابل اه والاريا ريشيو بتاعته الدابل يبقى في الحالة دي هل فعلا الفلو اللي هيخرج ويعدي فيه السيلندر هيكون ضاعف الفلو ده اللي هنعرفه دلوقتي بايه بقى لازم يقوم على ادوات ادوات القياس هنا هيبقى هي عبارة عن حاجة اسمها فلو ميتر فلو ميتر يعني من قياس لقمية الفلو وتاني او الحاجة طب خلينا نجيبه نجيبه من هيدروليك هنا اهو وبعدين ندخل على وحدات القياس ونبدأ اهو هنا 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 اهو فلو ميتر اهو طبعا انا محتاج فلو ميتر فين محتاج فلو ميتر في الناحيتين عشان انا عايز ايس هنا وهنا فانا ممكن اعمل كده وخلي الراية دي هنا كده بتاعك ويجيب واحد تاني اهو 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 اخده هو ونفسه اهو هنا واخد برضو الراية بس خليها الناحية التانية هنا تمام كده? طيب اختار السلندر ده عشان يبقى المشوار باين شوية معايا باختاره اه الموديل اللي يكون بتاعه كبير شوية في الرسم يعني اختاره سبعة اكبر حاجة مجرد اهو بس طول خلاص? دي اول حاجة التانية في التكنيكل داتا انا لازم افتكر اخلي بالي الديامتر هنا مية من مية ميلي ميت ميلي متر البيستون ديامتر شايفينها? اهي. طيب بالتالي الرد ديامتر كام خمسين اه ميلي متر ازا هذا الفرق اللي هو مية في البيستون كاب اللي هو اهي هنا مع الرد خمسين ده عشان عملناه ليه? عشان يحقق الاريا ريشيو اللي هي اوعى تقول اتنين على واحد او اتنين الى واحد او واحد الى اتنين اللي هي الاريا ريشيو اتنين لواحد النص اوعى وحزاري حيث ان الاريا ريشيو عشان تبقى اتنين الى واحد لابد وان يكون ازا كان البستون ديامتر مية ميلي يبقى لازم يكون البس. الرد نفسه يكون حوالي سبعين ميلي. اهي? يبقى كده سبعين ميلي. وهنا لو لاحزت مجرد ما غيرت ده لسبعين. لاحز ان الاريا هنا كان تمانية وسبعين. بص بقى النتيجة بقت ايه? الاريا من ناحية البستون صايد اللي هي دي. الاريا بتكلم عن الاريا كان حوالي تمانية وسبعين ونص. يعني يقول حوالي يا سيدي تسعة وسبعين. يعني تقريبا تمانين. صح? تمانين ناحية بتاعة العمود القطر الاريا بتاعتها كام? عملت حوالي اربعين. وحكي كاسر بسيط. اربعين سنتيمتر مربع. اذا هذه هي النسبة بين الاقطار لما نتكلم على الديامتر الى الديامتر يبقى سبعة من عشرة. او هذه هي ارقام او قيم الاقطار لما تكون عايز توصل لقيمة اه الاريا ريشيو اتنين الى واحد. بعمل هنا ابلاي وباكد المعلومة خلاص تمام. تعالى بقى نقرأ السليندر هيمشي ازاي والسرعة. اه نسينا حاجة مهمة اوعد تنساها حضرتك. وهي البامب هنا هتزبط على كامل. مش انا لازم اعرف الفلو هنا هيبقى ضعف هنا. هو اصلا كان كام الفلو بتاع البامب. يبقى لازم تبقى صحي معايا كده عشان نبقى عارفين بنتكلم في ايه. نيجي بقى البامب هنا ار بي ام تبقى الف ومتين. لا يا سيدي خليها الف وخمسمونة ار بي ام اللي احنا متعودين عليها دلستاندر عشان ده النظام الامريكي. لكن والبامب كحجم سي سي الحجم الهندسي بتاعها يبقى مية سي 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 بالريف يعني. سي سي بالريف النيوشن. هنا البامب بتشتغل بسرعة الف وخمسمية ار بي ام. يبقى في الحالة دي هتديني مية وخمسين لتر بير مينتر. وهو ده الفلو اللي خارج من هزيه الترومبه. بس عايزني يا سيدي ااكد لك المعلومة نيجي عندي هنا. عايز نظهر نظهر بعض الداتا يبقى نرجع تاني نجيب وقل له مسلا اظهر لي خلاص اللي هي فلوريت. اهو اعلم عليه صح كده فيبان ان هو هيزع. يبقى على الاقل عرفت ان البامب هتديني كام لتر بير مينتر. هنيجي جنبها كده نشوف اهو اظهر لي انها بتطلع مية وخمسين لتر بير مينتر. تعالى بقى كده قبل ما نشتغل ونعرف اللي احنا هنقوله مزبوط ولا لا. لما يجي الفلو هو دلوقتي هيمشي من هنا خلاص وده السلندر وصل لاخد المشوار يبقى ما فيش زيت هيمشي في اللاحزة دي. امتى يمشي بقى لما ابدأ القطة الديريكشن كنترول ويبدأ يجي الوضع ده فزيت يبدأ يمشي من خلال ده الى ان يصل الى السلندر. هنا في الحالة دي بقى الزيت اللي هيبقى ماشي هنا كام هو ده اللي هيبقى مية وخمسين لتر بير مينتر. طب اللي هيبقى خارج الناحية التانية تبقى للاريا ريشو اتنين لواحد زي ما اتفقنا بقى مع بعض هيبقى كام. نص القيم. يبقى المفترض في اول الخطوة عشان ناكد ان احنا مزبوط يطلع الناتق خمسة وسبعين لتر. ونشوف مع بعض. نبدأ نعمل اهو اه كده اول مرة. اه مش بسرعة بس معرفش لقطوها ولا لأ. طيب خلينا نعملها بالبطيق اهي بالبطيق اوي كمان. هو عشان هقول لكم حاجة احنا كمان ممكن بالبطيق وممكن نصغر الفلوريت بتاع البام بدل ما نخليها كبيرة قوي مية سي سي. وطبعا عشان قطر السلندر برضو اعتبر سؤير. خلينا نختارها بمب صغيرة يعني. خليها عشرة بس سي سي. انا ما اهمنيش هنا اه الارقام قد ما اهمني اعرف. بقت خمستاشر لتر بالمنت يعني هتبقى السرعة بطيقة شوية وهتبقى باينة معها. ونختار كمان اللي هو او السيميليشن بسرعة البطيقة. فيبقى كده العملية يعني تبان اكتر. اهو بص بقى انا ضغط هنا الخمستاشر لترا هم كلهم طالعين انا همسك بس الماوس اهو. ادي الخمستاشر طالعين. وادي اللي راجع. يعني تقريبا اولمست حوالي سبعة سبعة ونص الفلو. ازا ده نص الفلو اللي راجع. او نص الفلو اللي خارج الناحية التانية. بص بقى لما جيه يرجع. راجع بكام هنا الفلو بتاع البنبة هو خمستاشر لتر بالمنت. لكن قصادها الناحية التانية راجع كام تلاتين او تسعة وعشرين ونص اللي هي حوالي التلاتين. يبقى بكده وضحت الحضرتك باسبات عملي واسبات نظري القانون بتاع المسألة دي يمشي زي. وآآ يعني اتمنى تكون المنطقة دي وضحت لحضرتك كويس او عشان ما تغلطش في عمليات التصميم والاختيار للدوائد. شكرا. اهلا وسهلا بكم. دلوقت يرجعنا بقى بعد ما شفنا الاثبات الرياضي. وبعد ما شفنا الاثبات العملي باستخدام برنامج اللي كميش انوستوديو. اقول لكم اه اتمامنا يعني لكم انه تكونوا استفدتم من اللقطة ديت وما كنش طولت عليكم. ولو في اي استفسارات او برضو اسئلة بتتعلق بهزا الموضوع. ياريت حضرتكو تبعتولي وتقولولي. وشك وكون شاكل لكم. والسلام والسلام عليكم ورحمة الله